عقرب الكتب من ردبة المفصليات وبيسمى بالعقرب الكازم وتسمى بالاسم ده علشان ما بيقدرش يخترق جسم الانسان لانه ضعيف جدا وهي حشرة صغيرة بتعيش غالبا في حقائب الكتب القديمة وظيفة العقرب ده حماية الكتب من الامل اللي بتغزع اللازق والغرى الموجود فيها فطعامه الوحيد هو حشرات الكتب ويركت عدة الملابس ويركت خنفساء السجات فما بيسببش اي ضرر على الانسان او الكتب بالعكس هو بيحميها لما تلاقيه بين كتبك القديمة ما تقتلوش سيبه يعمل في صمت فهو مسخر لخدمتك اما فقر الخلد العالي هو نوع من 30 نوع مختلف من فقران الخلد وهو بيعيش في مستعمرات زي النمل والنحل بقيادة الملكة الملكة بتقوم بدورها في عملية التكاثر وتربية الاطفال والباقي بيقوم بعمليات حفر الانفاء باستخدام الاسنان وده للبحث عن الطعام وتغزية مستعمرات المسير للاهتمام ان الفران دي ما بتصابش بمرض السرطان وبيقوم البحثين ببعض البحوث لمعارفة سبب ده